انضم إلى تدريبات الوحدات المدافع الكرواتي فدران توركاج لخوض تجربة احترافية مع الفريق الذي يتصدر ترتيب دور المحترفين لكرة القدم وكان في استقبال المحترف توركاج بالمطار زياد شلباية عضو مجلس إدارة نادي الوحدات ووكيل اللاعب ماجد البلعاوي ومن المقرر أن يخضع توركاج البالغ من العمر 29 عاما للتجربة والفحوصات الطبية والفنية قبل اتخاذ القرار من قبل الجهاز الفني بقيادة جمال محمود سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه وكان من المفترض أن يصل توركاج مساء الخميس لكن الثلوج تسببت في تأخر وصوله إلى الأردن كما من المنتظر أن يصل إلى الأردن المهاجم الروماني لوكا بيترو من أجل إجراء بعض الاختبارات الفنية والصحية قبل التوقيع الرسمي معه غادر المنتخب الوطني للسيدات فجر السبت إلى اليابان لإقامة معسكر تدريبه في مدينة شيزوكا ضمن تحضيراته المتواصلة في إطار استعدادات الفريق للمشاركة في منافسات النسخة السادسة عشر من بطولة كأس أسيا لكرة القدم للسيدات والتي يستضيفها الأردن في شهر نيسان المقبل وسيواجه المنتخب الوطني خلال المعسكر فريقين من اليابان هما أكاديمية فوكاشيما في الرابع والعشرين من الشهر الحالي ونوجيما ستلا هذا ويضم وفد النشميات المدير الفني مايكل ديكي والمدرب ماهر أبو هنطش والمدرب الكولومبي خورخي كروز مدربة حراسة المرمى جنين شبارة مدرب الأياق البدنية كريم ملوش المسؤول الإعلامي ينان ملكوش فرح الخصون والمعالجون عمر أبولاوي ولانا جوردن والسندس المصري ومسؤول الأوازم ماهر عبد الهادي بالإضافة إلى 22 لعبة ويواصل المنتخب تحضيراته وتدريباته بعد العودة من معسكر اليابان بمعدل خمس جرعات تدريبية أسبوعيا حقق فريق العربي فوزا مثيرا على حساب فريق عمان بنتيجة 19 هدفا مقابل 17 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب في افتتاح لقاءات الجولة الثالثة لدور أندية الدرجة الأولى لكرة اليد وفي لقاء آخر أقيم على ذات الصالة لم يجد فريق الحسين إربت صعوبة كبيرة بالفوز على القوقازي والتغلب عليه بنتيجة 35 هدفا مقابل 25 والشوط الأول لمصلحته بنتيجة 20 مقابل 9 بعد مباراة فرض فيها الحسين إربت سيطرته وأفضليته ووجد طرق متاحة أمام لعبيه لتسجيل الأهداف المتتالية خصوصا من خلال الهجمات المضادة السريعة التي لعبت دورا برفع فارق الأهداف شهدت تدريبات بايم يونيخ أمس الجمعة توترا كبيرا بسبب حدوث اجتباك بين النجم الكولومبي خميس رودريغس وزميله الألماني سباستيان رودي وحسب صحيفة ألمانية فإن اجتباكا بالأياد حدث خلال تدريبات بايم مساء الجمعة بسبب تدخل قوي من خميس رودريغس على زميله سباستيان رودي خلال مباراة مصغرة ونقلا عن نفس المصدر فإن تدخل السريع من فرانك ريبيري وجيروم بواتينغ منع التوتر من التطور بين رودي وخميس لتستمر بعد ذلك الحصة التدريبية بشكل طبيعي هذا ويستعد بايم يونخ لمواجهة فردر بريمن يوم غد الأحد على ملعب اليانز أرينا ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدور الألماني حيث سيحاول النادي البافاري تدعيم مركزه في الصدارة فشل فريق سبورتينغ لاشبونا في الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه فيتوريا سيتوبال وتعدل بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدور البرتغالي تقدم لاشبونا بهدف سجله برونو فرناندز في الدقيقة الحادية والثلاثين ليعدل أرنالدو إدينيون نتيجة لفتوريا سيتوبال من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء ورفع لاشبونا رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب كما رفع فيتوريا سيتوبال رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير وبهذا التعادل حافظ لاشبونا على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم محققا التعادل الخامس له مقابل الفوز في 14 مباراة فيما يعد هذا التعادل هو الثامن لسيتوبال هذا الموسم مقابل الفوز في مبارتين والخسارة في تسعة أدخل أسطورة الكرة البرازيلي بليل مستشفى إثر تدهور حالته الصحية بسبب تعرضه لإرهاق شديد وكان من المقرر أن يتوجه النجم العالمي السابق إلى لندن لحضور عشاء يقام على شرفه في جمعية محرري كرة القدم البريطانية وقالت الجمعية إن بليل حصل على كأس العالم ثلاث مرات مع منتخب بلاده في تاريخ كرة القدم خضع لفحص طبي تبين بعده أنه مصاب بإرهاق شديد وأضاف بيان للجمعية أن بليل يتلقى علاجاً بالمحليل ويخضع لمتابعة الأطباء حتى التعافي ويرجح من خلال الفحص أنه لا يعاني من أي شيء أكثر خطورة من الإرهاق وأتلقى بليل علاجاً من مشاكل صحية في الكولا والبرستاتا خلال السنوات القليلة الماضية تأهل الإسباني رفييل نادال المصنف الأول عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين إلى الدور ثمن نهائي لبطولة أستراليا المفتوحة بفوزه السهل على البوسني دامير جومهور المصنف الثلاثين عالمياً بثلاث مجموعات نظيفة ولم يجد نادال صعوبة في إقصاء جومهور وتفوق عليه بنتيجة ستة واحد ستة ثلاثة وستة واحد في زمن بلغ ساعة وخمسين دقيقة وحسم نادال المجموعة الأولى بعدما كسر إرسال منافسه البوسني مرتين من أصل ثلاث فرص وفي المجموعة الثانية وجه متصدر التصنيف العالمي بعض الصعوبات بعدما تعرض إرساله للكسر مرة لكنه نجح في استغلال ثلاث فرص للكسر ليضطر بها ويحسم المجموعة الثالثة بكسر إرساله مرتين هذا وسيواجه نادال في الدور ثمن النهائي منافسه الأرجنطيني دييغو شفارتيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر